عندنا معالج قوي معالج كرن 980 ممنع لمعمارية 7 نانومتر مع خواصة الذكاء الاصطناعي عندنا 6 جيجا بايت رام وذاكرة داخلية 128 جيجا بايت أثنين هم من أسرع لأنواع موجودة بالسوق وأيضاً إمكانية إضافة ذاكرة خارجية عن طريق مدخل الشريحتين البطارية عندنا كبيرة 4200 ميلا أمبير تدعم الشحن السريع الشحن اللاسلكي السريع وأيضاً الشحن العكسي سواء سلكياً أو لاسلكياً وعندنا شاشة قياسة 6.4 إنش وضوحة QHD من نوع OLED عندنا من الأعلى كاميرا أمامية 24 ميجابيكسل وعندنا أيضاً سنسرات إضافية لمسح بصمة الوجه أيضاً عندنا بصمة أسفل شاشة التليفون الكاميرا الأساسية 40 ميجابيكسل الكاميرا الثانية 20 ميجابيكسل والكاميرا الثالثة 8 ميجابيكسل هذه الشغلات تخلي الهواوي ميت 20 برو أفضل جهاز نزلته هواوي لحد الحين وممكن يكون أفضل جهاز لسنة 2018 دعونا نشوف بالبداية عندنا طريقة الدخول على الجهاز عندنا طريقتين للحماية وطريقتين الأمان عندنا البصمة الموجودة الأسفل الشاشة وعندنا أيضاً القصة الموجودة الأعلى فيها السنسرات اللي تتمسح بصمة الوجه طبعاً هذا يسبب القصة في أعلى الشاشة لكن هذه القصة ممكن مو أخفاءها ممكن إضافة إطار أسود بالأعلى علشان يبين لك أن ما في قصة أعلى الشاشة بصمة هذه طبعاً تحتاج ضغط على الشاشة على أساس تقدر تفعلها وهنا عندنا شاشة من الشاشات الممتازة بالنسبة حق التلفونات اللي نزلتها السنة وضوح عالي وعندنا أيضاً تشبع بالألوان ممتاز غير هذا هواوي تعطيك إمكانية تحويل الألوان اللي موجودة عندك إلى اللون الأسود بالنسبة حق واجهة التلفون بشريء أنت تحمي الشاشة أكثر وأيضاً تزيد من عمر البطارية لأنه اللون الأسود في شاشات الأموليد يقلل من نسبة استهلاك البطارية النظام عندنا هنا نظام EMUI 9.0 طبعاً شرحت إمكانيات النظام هذا في فيديو منفصل رح أطلكم الرابط هنا بالأعلى بالنسبة حق النظام ففيه شغلات تعجبني فيه شغلات ما تعجبني شغلات اللي ما تعجبني اللي هي الواجهة العامة بالنسبة حق هواوي الواجهة العامة هي مثلاً طريقة ترتيب الأيقونات نظام الصفحات هذه الشغلات ما تعجبني حتى أنك هنا تقدر تغير من نظام الصفحات إلى نظام الأبدروور اللي هو تضغط زره هنا تطلع لك البرامج لكن المشكلة أنه عندك هنا أيقونات كبيرة ما في نظام أنك تحط فولدرات داخل الأبدروور نفسه ممكن تعطيك إمكانية ترتيب الأيقونات في عندك 5 على 6 هذا أكثر شيء المفضل أن يعطونك اختيارات أكثر وأيضاً بالنسبة حجم الأيقونات يكون أفضل من شيء إذا سحبت للإيسار في عندنا هنا الجوجل فيد التلفون في عندنا طريقتين بالنسبة حق التنقل في عندنا أزار الأندرويد الموجد هنا طبعاً بالمكان إخفاءهم عن طريق الزر هذا وفي عندنا الطريقة الثانية اللي هي طريقة السوايب تسحب من الأعلى الأسفل عشان تدخل على الآخر البرامج تسحب من اليسار أو تسحب من اليمين علشان ترجع باك مرة ثانية أو ترجع للخلف خطوة وتسحب من الزوايا علشان تدخل على جوجل فيد أو جوجل ناو وعندنا الطريقة الثالثة اللي هي عن طريق الزر المتحرك اللي هو يعطيك أكثر مهمة هذا الطريقة الثالثة ما أعجبتني وبالنسبة حق طريقة السوايب أو طريقة الإيماءات أو الحركات أيضاً ما أعجبتني وايد بالنسبة لأنا أفضل أزرار الأندرويد الموجد هنا وأيضاً أمكانية إخفاءهم عشان تكبر عندي الشاشة الأزار هذول يعطونك أداء سريع بالنسبة حق شغلك على التلفون بالنسبة حق التصميم من اليمين عندنا زر التشغيل هنا ملونين زر التشغيل بلون الأحمر وعندنا زر الصوت من الأعلى عندنا مايكروفون وعندنا أيضاً IR بلاستر اللي هو حق الريموت كنترول هنا تقدر تتحكم بأجلستك المنزلية عن طريق المنفذ أو المكان هذا من اليسار ما عندنا شيء ومن الأسفل عندنا مدخل USB Type-C وعندنا مايكروفون وعندنا أيضاً مدخل الشريحتين أو الشريحة والذاكرة الخارجية ذاكرة الخارجية دهنية من نوع نانو ميموري ذاكرة خاصة في هواوي حالياً ومتوفرة فقط لـ 128 جيجا بايت لكن الجهاز يستقبل لـ 250 جيجا بايت إذا لفين الجهاز للخلف عندنا هني ثلاث كاميرات هواوي وعندنا أيضاً LED فلاش واحد من أفضل الفلاشات الموجودة على التلفونات حالياً اللون الأزرق واللون الأخضر يعطونك الحركة على الزجاج هذا نفسه هذه الحركة أو هذه النكشة على الزجاج أيضاً تساعد في عدم وجود البصمات على الزجاج نفسه نفس الإمكانيات نفس مويزات الزجاج لكن هي عندنا بصمات أقل وأيضاً مسك أفضل بالنسبة حق التلفون بدون الكفر وأيضاً عندنا اللون لـ Twilight اللي هو يكون أزرق ماي للأسود هذا أيضاً موجود ولو عندنا اللون الأسود يعني في عندكم أكثر مختيار بالنسبة حق الألوان شخصياً أفضل اللون هذا خصوصاً مع عدم وجود الوصمات على الزجاجي وهني أيضاً بما أن الشاشة أمولد عندنا الـ Always-On Display اللي تعرض لك الوقت وتعرض لك التنبيهات والتاريخ لكن للأسف هني نوعاً ما محدودة يعني في عندنا اختيارات أفضل بالنسبة حق الأجهزة الثانية كنت أتمنى أشوف تنبيهات أكثر أو طريقة لتعديلها الشاشة هذه وأيضاً في عندنا لمبة للتنبيهات وهذا شيء غريب لأن الشركات الحين أما تحط لك لمبة التنبيهات أو Always-On Display أو ما تحط لك الاثنين وتخليك شديد ما تعرف شنو قاعد يصير بالتلفون بالنسبة حق عيوب التصميم فأول عيب طبعاً عندنا القصة بالنسبة حق الكامير الأمامية يعني أنا شخصياً ما أحب أشوف القصة هذه لكن هنا موجودة وأيضاً أتقصلك بالنسبة حق التنبيهات والإشعارات بالأعلى وفي ناس ممكن ما تعجبهم الانحناء اللي موجودة على الشاشة أنا بالنسبة لي أنا مثل ما قلت لكم مع الكفر ما تفرق معاي وأيضاً مع الاستخدام اليومي يعني ما تفرق معاي وائد لأننا نحن تعتبر خفيفة بالنسبة أو بالمقارنة معها الجهزة الثانية البصمة أسفل الشاشة للأسف أداءها غير ثابت لكن هنا تقدر تستخدم بصمة الوجه لفتح قفل التلفون وأيضاً لفتح قفل التطبيقات لأن هنا تقدر تكفل التطبيقات الموجودة على التلفون أما عن طريق البصمة أو عن طريق بصمة الوجه ميزة إضافية هي أن الهواوي ميت 20 برو مقاومة للماء الغبار بتقييم IP68 ولو تلاحظون ما تكلمت عن مخرج للصوت هنا عندنا مخرج الصوت الأول عن طريق مدخل USB Type-C هنا عندنا الصوت يخرج من المكان هذا وأيضاً يخرج من سماعة المكالمات عشان يكون عندك صوت استيريو العيب اللي موجد هنا أن الصوت يخرج من منفذ USB Type-C يعني ستقل عندك جودة الصوت إذا ركبت شاحن في منفذ USB Type-C قل اذبطوا منها الجميعاً فإما يأتينكم مني هداً فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحذنون الحين هي بالنسبة حق النظام بالنسبة حق السوفتوير مثل ما قلت لكم شرحت أنا إمكانيات النظام نفسه عن طريق برنامج الكاميرا وعن طريق الإختصارات لموجودة بالنظام في فيديو من فصل حطيت لكم الرابط في الأعلى وحطيت لكم الرابط في صندوق الوصف والعيوب تكلمت عنها وبالنسبة حق المميزات في عندك اختصارات وايدة هنا في عندك إمكانيات كثيرة للتنقل في عندك شغلات أو برامج مضافة تعطيك قيمة إضافية للجهاز أو للنظام نفسه مثلا برنامج الفون منجر هنا يعطيك إمكانية تنظيف التلفون إمكانية تقليل استهلاك البرامج للميموري أو للرام إمكانية تنظيف البرامج في البطارية تقدر تحط برامج معينة أنه ما يستخدمها الجهاز أو أن الجهاز ما يتعاطى معاها في عندك إمكانيات وايد في البرنامج هذا هذا برنامج مثل مدير للتطبيقات أو مدير للبرامج أو مدير للجهاز عندك عنده برنامج مثل FM Radio موجود عندنا هنا وبرنامج الباكب هنا برنامج الباكب ممتاز خصوصاً أن يعطيك إمكانية مضافة هي عمل باكب أو عمل نسخ احتياطي بالنسبة حق الذاكرة اللي واصلة في التلفون سواء كانت نانو ميموري أو وصلت أنت فلاش ميموري عن طريق مدخل USB Type-C وعندنا برنامج الفون كلون إذا كان عندك جهاز يديد أو إذا كنت متنتقل من جهازك اليديد إذا لهواوي Mate 20 Pro وعندنا برنامج سمارت ريموت هذا يستخدم مخرج الـ IR اللي تكلمت عنه بالنسبة حق التصميم علشان تتحكم في أجهزتك اللي فيها روموت كنترول أيضاً في عندنا هنا إمكانية نقل شاشة التلفون إلى شاشة ثانية أو إلى شاشة التلفزيون بدون تواجد أسلاك عن طريق فقط شبكة الواي فاي تشبك التلفون بالشاشة وتقدر تنقل محتويات التلفون يعني تقدر تشوف شاشة التلفون على شاشة أمامك أو تقدر تشوف شاشة شبيهة في الويندوز خنقول في طريقة البرامج وطريقة فتح التطبيقات وإذن تقدر توصل كيبورد وماوس عشان تكون تجربتك مشابهة لتجربة الكمبيوتر بشكل أكبر وعندنا برنامج للترجمة البرنامج هذا بالتعاون مع مايكروسوفت يوفر لك حلول للترجمة سواء باستخدام الكاميرا أو باستخدام الصوت أو باستخدام الكتابة نظام EMUI أيضاً يدعم الثيمات بشكل كامل سواء الثيمات اللي موجودة في المتجر اللي هو في عندك اختيارات وايد لتغيير الشكل أو تقدر تنزل ثيمات خاصة فيك من الستور الخارجي مثلاً عندي ثيم هذا لأنه نزله وتلاحظوا نغير لي شكل الواجهة ويغير لي شكل قفل التلفون وعندنا أيضاً برامج ثانية من هواوي مثلاً هواوي هيلث مثلاً هواوي كالندر مثلاً عندنا برامج خاصة لإدارة الوقت إدارة المهام كلها موجودة في EMUI 9.0 وهني بالنسبة حق التحديثات فللأمانة من أسرع الأجهزة اللي تتلقى التحديثات من هواوي يعني أنا ما كنت توقع الدعم المباشر اللي قاية يوصل على الجهاز هذا لكن الدعم جداً ممتاز بالنسبة حق أداء البطارية فبطارية هني جداً ممتازة يعني الأداء خي نكون ثابت بالنسبة حق وقت الشاشة رح يكون عندي 6 ساعات إلى 7 ساعات يومياً ومثل ما قلت الجهاز يدعم الشحن السريع عندنا شاحن سريع جداً موجود بالعلبة 40 واط يشحن لك التلفون من صفر لي 60% خلال 20 دقيقة تقريباً وإيضاً يدعم الشحن لاسلكي السريع لقاية 15 واط بالنسبة حق أداء الكاميرا والتصوير فهني عندنا واحدة من أفضل الكاميرات الموجودة على الأجهزة النقالة سواء من خلال التصوير العادي أو تصوير البرتريل تصوير الأشخاص مع العزلة الخلفية أو تصوير الليلي أو تصوير الأشياء عن طريق عزلة الخلفية وهني عندنا أيضاً تعاون مع شركة لايكا في عندنا أكثر من نمط بالنسبة حق الألوان عندنا النمط العادي نمط الألوان القوية نمط الألوان المتوازنة وإيضاً عندنا نمط التصوير بالأبيض والأسود ولا ننسى أنه في عندنا برو مود أو نمط التصوير البرو أو الاحترافي تقدر تغير العدادات مثل ما تبي وهني مثل ما قلنا عندنا ثلاث عدسات يعني تقدر تصور تلفوتو اللي هو يعطيك الزوم لغاية ثلاثة أكس طريقة ميكانيكية أو تاخذ تصوير عادي أو تاخذ الوايد أنجل اللي يصور لك بزاوية عريضة سوف نجرب الآن بالنسبة للميش والتثبيت والتصوير الفيديو وأيضاً نجرب بالنسبة لتفعيل الكاميرات أو تغيير العدسة هنا عندنا العدسة عادية هنا عندنا الوايد آنجل ودينا التلفوتو اللي هي عدسة الزوم بالنسبة لتصوير الفيديو فالجهاز فيه مثبت بصر ميكانيكي وفيه أيضاً مثبت بصري رقمي وهو EIS لكن فيه ملاحظة بالنسبة لتصوير بشكل عام هنا عندنا تحسين زائد على نزوم بالنسبة لتصوير الفيديو يبين عندك انه لو تلاحظ بالنسبة حق الأسود ما بين الأسود والأبيض في عندك مثل تحسين زيادة بالنسبة حق الأسود طبعا هذه ممكن تنحل عن طريق تحديد فيه سوفتوير لكن حبيت أن أبين لكم إياها عندما تتح برنامج الكاميرا في عندك هني الهواوي لنس حدثة هواوي لما تضغطها يساعدك بالنسبة حق التسوير أو يساعدك بالنسبة حق معرفة الكان أو معرفة الشيء اللي قاعدت صورة مثلا هنا حط لنا هذي فالمتري يعني هذي نخلة ونقدر نختصن الخدمة حق الترجمة وأيضا نسوي اسكان حق الكيوار كود أو الرموز الموجودة على المنتجات وأيضا الكاميرا الأمامية تعتبر كاميرا أمامية ممتازة بالنسبة حق الأداء هذا الآن تصوير الكاميرا الأمامية هواوي Mate 20 Pro مع تفعيل وضعية HDR تقدر تفعلها بالنسبة حق الفيديو للكاميرا الأمامية وهذه نفعل الآن الآن وقت المشي شوي نشوف التثبيت لأن المفروض فيه تثبيت في الكاميرا الأمامية في Mate 20 Pro قا نغير الآن نسكر HDR ونشوف التصوير بالملاحظة أنك لما تصور الكاميرا الأمامية تصور فيديو رح يصير في عندك كرب بالنسبة حق التصوير فرح يقرب عندك التصوير شوي فلازم تبعد زيادة لما تصور فيديو تصور تصورة عادية لا عادي الوضع عادي الآن سكرت HDR وهذا هو التصوير بدون تفعيل وضعية HDR الكاميرا الأمامية طبعا هذا المشي العادي لضع المخفضة ضعية الممر عندي هنا مثل ما أجربت القناة الثانية نمشي مرة ثانية لش لا ونشوف التثبيت طبعا بالنسبة حق التصوير واختبارات التصوير وتقييم الكاميرا رح يكون في فيديو من فصل طبعا الفيديو هذا رح يكون في تعاون مشترك بيني وبين مجموعة التصوير وراح أطلككم الرابط بالأعلى هنا بالنسبة للأداء اليومي فالجهاز متمكن والجهاز سريع أيضا بالنسبة حق أداء للألعاب ما رح تواجه مشكلة خصوصا أنه هنا عندنا نمط للألعاب يعني حسن لك من تجربة الألعاب نمط للألعاب هذا اسمه تربو مود ممكن استخدامه في ألعاب معينة لحد الحين ما يدعم كل الألعاب لكن هالنمط هذا يوفر لك إمكانيات أعلى بالنسبة حق اللعبة وأيضا يعطيك إمكانية إيقاف التنبيهات وقت ما تكون مشغل اللعبة للأمانة أنا ما كنت تتوقع أنه يعجبني التلفون لهالدرجة هذه لكن الجهاز أداء ممتاز وأيضا إمكانياته ممتازة وأيضا بالنسبة حق العرض اللي نزل بالنسبة حق الطلب المسبق تاخذ الجهاز تاخذ معه ساعة أو سوار مجاني هذا العرض يعتبر ممتاز وينزلك من قيمة التلفون الأجمالية وبرايي الجهاز هذا وأيضا الميت 20 العادي يعتبرون أفضل جهازين في 2018 من ناحية القيمة ومن ناحية الإمكانيات وإذا تبقوا تشوفوا مقارنة بين التلفونين أتمنى تعطوني خبر في الكومنت في الأسفل شكرا جزيلا على المتابعة ولا تنسوا أن تعطي الفيديو لايك وتشتركوا بالغناة وتفعلوا التنبيهات عشان يوصلكم تنبيه أول ما ينزل فيديو يديد على الغنات يعطيكم العافية ترجمة نانسي قنقر